الحقيقة المجهود اللي حضراتكم شايفينه ده مش جاي من فراغ لانه جهد مجلس ادارة يقوده محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب اللي بيعمل دائما في صمت لمصلحة النادي الاهلي مش بيقولك مثلا ان التاريخ بدأ من فترة رئاسته لا ابدا عمر ما كابتن محمود الخطيب واحنا كاجيال قبل الكابتن محمود او جينا بعد الكابتن محمود الحقيقة بنتعلم من هذا الرجل بنتعلم منه ازاي يبقى هناك تواصل في الاجيال كابتن محمود لما بيجي يتكلم بيقول المجلس اللي قابلي ولما كان موجود في المجلس اللي قابله كان بيقول المجلس اللي قابله مهما كانت الظروف عمرنا ما سمعنا ان كابتن محمود بيتكلم كابتن محمود الخطيب ان هو بيتكلم عن انا بعمل عمره ما يقول لنا كده كابتن محمود الخطيب لما بيجي يتكلم يقولك حرجع لمجلس الادارة واشوف في اقل الامور زي ما حضراتكم شفتوا أنا بسأل الدكتور سعد إمتى يا دكتور سعد اللي افتتاح قال لي يا كابتل إسلام انت عارف بنرجع للمجلس الإدارة وبيتم اجتماع لمجلس الإدارة من خلال الاجتماع ده يطلع يتقال أو يتم الإعلان لكل ميديا اللي في مصر انه حيتم افتتاح مقر التجمع الخامس يون كذا فدايما تلاقي كابتل محمود يقولك ايه ده بيكمل تاريخ من سبقه كابتل محمود بيكمل تاريخ من سبقه من الرؤساء العظام في تاريخ النادي الاهلي عمرك ما هتلاقي كابتل محمود او اي رئيس نادي في النادي الاهلي بيتكلم عن الرئيس اللي قابله قولك ده سرق ولا عمل ولا ايه ولا كذا ولا كذا ولا كذا تخيل حضرتك ان مجلس ادارة النادي الاهلي الحالي وصل بميزانية تاريخية مش في تاريخ النادي الاهلي بس اعتقد ان هي في تاريخ الانديا المصرية والافريقية والعربية 3 مليار و87 مليون سمعت حضرتك الرقم ده ولا عيده مرة تانية هو ده الخطيب هو ده الخطيب القائد المحنك اللي عارف كيف يدير نادي ومؤسسة كبيرة زي النادي الاهلي لانه النادي الاهلي مش مجرد نادي النادي الاهلي ده مؤسسة كبيرة زي ما حضرتك سأكونوا سمعين الدكتور سعد بيقود السفينة بدون بدون الصوت العالي عمرك سمعت الكابتن خطيب طلع معانا ولا طلع مع ده ولا طلع مع أي حد وتكلم بطريقة لما بيعوز يعمل حاجة بيبقى من خلال عايز يطلع لجمهور النادي الاهلي بيتكلم مع جمهور النادي الاهلي من خلال قناته قناة النادي الاهلي او من خلال بيان او خطابة وبيطلع يتكلم فيه مع الناس مع جمهور النادي الاهلي عمرك سمعت كابت الخطيب بيطلع يرد على حد بدون الصوت العالي كابت الخطيب افعال وليس اقوال افعال وليس صوت عالي يعني حضرتك لما تشوف انجازات محمود الخطيب على ارض الواقع مش هتلاقي بيقعد يصرخ وزي ما بيقولوا كده صراخ وعويل وحضرتك عمرك شفت كابت المحمود الخطيب بيتكلم عن حاجة وما عملهاش يعني لما بيجي يطلع مع حضراتكم مع اعضاء الجماعية العمومية ويقول لهم انا هعمل واحد اتنين تلاتة لما اتكلم عن فرع القاهرة الجديدة هو اللي مخليه ينزل وهو يعني انا عارف الظروف اللي هو موجود فيها اللي يخليه ينزل ويفضل ويلف على كل حتة ويقول لهم الزرع هنا عمل ازاي وهنا يحصل ايه وهنا يحصل ايه اما اقول الكابت الخطيبي بقى انا بتكلم عن مجلس ادارة محترم سيادة الوزير النائب المجلس الادارة النائب رئيس مجلس الادارة العمري فاروق والاستاذ خالد مرتاجي امين صندوق النادي وبقية اعضاء المجلس كاملا كابتن محمود تولى او فرع او مقر القاهرة الجديدة اه كان بداية فترته عندما تولى اه اه مهمته كرئيس للنادي الاهلي عام 2017 عمل ايه بدأ العمل في صمت شاف ان هناك بعض المعوقات في الارض المخصصة لمقر القاهرة الجديدة كان هناك حرص من مجلس الادارة على تغييرها وبدأ من نقطة الصفر النهاردة زي ما حضراتكم شايفين مقر جديد لاكبر نادي في الشرق الاوسط هو ده النادي الاهلي هي دي عظمة النادي الاهلي لما الخطيب بيوعد لما كابتن خطيب بيوعد بفرع او بمقر في التجمع الخامس لازم يبقى عند وعده هو ومجلس ادارته كاملا لا ينظر لأي حد بيطلع يقعد ويقعد يقول اصله كذا واصله مش عارف ايه واصله راح استقبلوه واصله راح عملوه والكلام اللي حضراتكم بتسمعوا ده الخطيب اسطورة وعلامة مميزة في كرة القدم المصرية والافريقية يتميز باحترام متبادل مع الجميع لعمرنا اسمعنا بيغني ولا بيعلي في صوته ولا يعني بيتكلم على اي شخص ولا ظلم شخص قبل كده كل المنظومة الرياضية بتكن له كل التقدير والاحترام هو كمان بيحترمهم وبيلتزم الصمت الا فيما يستوجب حديثه ولكن في صمته افعاله بتتحدث عنه كابت الخطيب رمز وطني بيجمع حب الناس لما يملكه من مهارات وامكانيات في كرة القدم وايضا كشخص كانسان مشارك لجميع الاندي احتفالاتهم واحزانهم لما تيجي تسأل عن الخطيب بص على انجازاته مش في كرة القدم بس بالمناسبة اللي بيعمله كابت الخطيب انجاز واعجاز الحقيقة وتاريخ جديد بيكتب في تطوير البنية التحتية في النادي الاهلي كابت الخطيب يعتبر من اعظم من لمس كرة القدم ولكن ايضا في الجوانب الادارية هو اسطورة كبيرة ونجم كبير بيلعب برضو بيراوغ وبيبدع شوفوا حضراتكم مؤخرا او اخيرا هذه الميزانية الضخمة الكبيرة جدا في ظل كل التحديات اللي احنا بتتكلم فيها ومقرات النادي الاهلي اللي موجودة في كل مكان حضرتك لو قعدت مع كابت الخطيب وسألته عن الانجازات دي يقولك ايه احنا عملنا احنا كمجلس ادارة لما انا كنت قاعد مع الاستاذ العمري ولما كنت قاعد مع الاستاذ خالد مرتجي واعضاء المجلس قررنا كذا هو ده كابت الخطيب حمرو بيقولك انا ولادي وانا ومش لا مفيش الكلام ده لانه هو يعلم تماما ان هناك عمل جماعي او ان النادي الاهلي دايما من خلاله بيكون العمل جماعي انجازات الخطيب في الاهلي مش في فترتين رياسة بس لا لو جينا نتكلم على انجازات كابتن محمود الخطيب في فترة رئاسته ولنادي الاهلي السابقة والحالية هنحتاج لكلام كتير جدا بس علشان الحقيقة يعني انا لما بطلع اتكلم بتكلم من قلبي عارفين بتكلم من قلبي ليه لانه لا احد هاتلي المقر التجامع الخامس مرة تانية لا احد يستطيع ان يرى هذا الجمال وما يشكرش كابت الخطيب ومجلس ادارته كاملا اللي يعمل كده يبقى عنده حاجة غلط انجازات رياضية يعني انجازات رياضية احنا بنتكلم عنها دائما اللي بيعملوا مع فريق الكورة ما بقول برضو مرة تانية لما بتكلم عن كابت الخطيب انا بتكلم عن مجلس ادارة كامل لانه دايما لا دايما يعني لو كابت الخطيب لقيلة بتكلم كده وشافنا واحنا في تلفزيور الاسلام ما ينفعش تتكلم ما تقولش كابت الخطيب قول مجلس الادارة هو ده الفارق الكبير هو ده اللي انا بتعلمه هو ده اللي انا بتعلمه للناس ليست انجازات رياضية فقط الانجازات الرياضية الحمد لله والشكر لله موجودة دائما ولما بنلاقي المصار طلع بره الموضوع شوية بنرجع المصار تاني كابت خطيبه مجلس ادارته بيرجعه المصار تاني حضرتك المجلس اللي حضراتكو شايفينه ده والمجلس اللي قابله رجع النادي الاهل زعيم افريقيا وسيد القرى مرة تانية كرويا بعد فترة جفاء تعرض فيها النادي الاهلي لظلم وكمان حتى في البطولات المحلية مفيش مقارنة ما بين النادي الاهلي والمنافسين ليه اي حد بياخد بطولة ليه بيعمل فرع وهل ليلا احنا عندنا لو والله العظيم تلاتة انا بتكلم بجد لو ربنا كرمنا وخدنا بطولة وعندنا مطش كمان ثلاثة يام يقولك الاسلام لو سمحت مش عايزين نكبر الموضوع قوي خلاص احنا كسبنا افراحه النهاردة في القناة شوية وخلاص وقفله عشان كده دايما الاهلي تاريخ ومبادئ وتطوير